اشتركوا في القناة للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن وقولوا للناس حسنًا تقديم الأستاذ عمر بن عربية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى ثقتي وأستعين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج وقولوا للناس حسنًا جاء في باب الطيرة من كتاب الطب في صحيح الإمام البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيره ويعجبني الفأل الصالح والكلمة الحسنة وفيه أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طيره وخيرها الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم تفيد هذه الأحاديث التي تلوتها على مسامعكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيرة أو التطير وأصلها أن العرب كانوا يزعمون أن في اتجاه حركة الطير ما ينبئ عن الخير أو الشر الذي سيعرض للإنسان في سفره أو في عماله أو في يومه مطلقا فكانوا يستفيدون الخير والشر من حركات الطير فإذا خرج أحدهم لأمر ورأى الطير طار يمنة تيمن به واستمر وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع وربما كان بعضهم يتعمد إهاجة الطير فإذا طارت تعرف منها بعض ما يريد ثم تطور هذا السلوك شيئا فشيئا حتى أصبح الناس يعتمدون في توقع الخير أو الشر على بعض الحيوانات ثم على تتبع بعض ما يلابس الإنسان من شخص أو بيت كما يقال في لغتنا الدارجة نواصي واعتب بل من تاريخ معين أو رقم مخصوص فإن قارنه الخير قالوا هو ميمون وإن قارنه الشر قالوا هو مشؤوم قال أبو الأسود كظرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغضا إنه لمشوم ولما لم يكن في شيء مما ذكر من أرقام وتواريخ وغيرها ما يقتضي توقع الخير أو الشر أبطل الإسلام هذه العقائد الوهمية المبنية عليها خرافات وأكاذيب وفضح المعولين عليها وسفها عقولهم بل إن بعض عقلاء أهل الجاهلية كان ينكر هذه الأوهام ويخالف الناس فيها فيقول بعضهم الزجر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال ويقول آخر لعمر كما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع كما يفيد كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام في مقابل النهي عن الطيرة استحسان الفأل المعرف بأنه الكلمة الصالحة يسمعها المرء فمعنى الفأل أن الإنسان الذي يقصد إلى حاجة معينة فيسمع كلمة وإن كانت موجهة لغيره لكنها لو توجهت إليه لكان ذلك خبر خير عنده كمن خرج من داره ليجتاز امتحانا فسمع شخصا ينادي آخر بقوله يا نجاح أو كمن كان مريضا فعلم أن اسم الطبيب المباشر له سالم أو كمن خرج في سفر فكانت أول كلمة سمعها في طريقه أن يقول قائل لآخر تحظى بطلبك وتبلغ مرادك وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن اسم الخيل والأرض والإنسان فإن كان حسنا سر بذلك واستبشر به وها هنا سؤال قد يخطر لبعضكم وهو أن قول النبي عليه الصلاة والسلام وخيرها الفأل وقوله في روايات أخرى أصدق الطيارة الفأل يفيد أن هذا الفأل معدود من جملة الطيارة وقد ذكرنا آنفا أن الطيارة تصدق على التيامن والتشاؤم على حد السواء فكيف يبيح الشرع الفأل ويمنع من الطيارة والفأل هو في ذاته نوع من أنواع هذه الطيارة والجواب عن هذا السؤال أن الشارع الحكيم رخص في الفأل لما فيه من حث على طلب الحاجة خلافا للطيارة التي تمنع من العمل على تحصيل المطلوب ففي الفأل الحسن انشراح للنفس السامع ومسرة له ودعوة إلى التمسك بالأمل والرجاء خلافا للتشاؤم الذي يفيد ضد ذلك فيبعث على اليأس والكسل والخمول غالبا ولأن الفأل الحسن داخل في باب حسن الظن بالله وهو الأصل والطيارة والتشاؤم خصوصا مندرج تحت الاتكال على ما سوى الله في توقع شر أو مكروه وعلى كل الأحوال فقد نبه الشيخ بن عاشور إلى أنه ليس في هذا الحديث ما يقتضي أن المتوقع خيرا كان أو شرا يتحقق وإنما هو بيان لكون بعض ما كانوا يعتقدونه لم يخلوا من نفع لهم ولكن شرع مع ذلك ينهى عن اعتقاد أن المتوقع خيرا كان أو شرا يتحقق بتأثير الطيارة أو الفأل وهذا في الحقيقة راجع إلى الفطرة البشرية التي تحب الكلمة الطيبة وتستأنس بالفأل الصالح كما أنها ترتاح للمنظر الأنيق فقد يمر الواحد مننا بالماء الصافي فيعجبه وهو لا يشربه وبالروضة المنثورة فتسره وهي لا تنفعه ويرى الشيخ بن عاشور في هذا الصدد أن ما ورد من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن قد يكون خصوصية له بأن جعل الله من طرق الوحي أن يسمع كلاما حسنا يناسب غرضا يرمي إليه فيكون ذلك خطابا يفهم منه إقرار الله تعالى له على ما يريد ختاما نسأل الله تعالى أن يبشرنا بكل خير وأن يسمعنا كل خير وأن يوفقنا لصالح الأعمال وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قدمت لكم العذاعة الوطنية وقولوا للناس حسنا برنامج يرمي إلى تجلية آداب الإسلام وقيمه السمحة وقولوا للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملهه القرآن وقولوا للناس حسنا